عرض يحبس الأنفاس قدمه لاعباني في فرقة العروض الخطرة فلاينغ واليندس بالسير على الحبل على ارتفاع 25 طابقاً في ساحة تايمز سكوير في نيويورك وصار نيك وشقيقته ليانا واليندا وهما من أسرة تؤدي الألعاب الخطرة في اتجاهين متقابلين على حبل مجدود على ارتفاع 396 متراً بين الشارع رقم 42 والشارع رقم 47 في الميدان وهذا العرض هو الأول الذي تؤديه ليانا على حبل مرتفع منذ حادث تعرضت له في عام 2017 وذلك عندما سقطت هي وأربعة من لاعبي السير على الحبل من على ارتفاع 9 أمطار وأصيب بإصابات خطيرة ترجمة نانسي قنقر